رح الروح للزهور واللون والريشة والروحانيات الجميلة اللي دائماً الفنان التشكيلي بيحرص على تواجده ضمن أعماله اليوم رح الروح للبعد اللوني ضمن معرض الزهور بدورته الـ 44 المعرض بلش الشهر الماضي ورح يستمر لـ 14 هذا الشهر طبعاً اليوم هو مو بث ظاهرة زراعية لعرض المنتجات والعرض الورود لا اليوم عم نشوف ضمن هذا المعرض في فسحة جمالية جداً جميلة في ثقافة فنية جداً جميلة وعم نشتغل عليها خلال نقول من كل أجهات المعنية وبشهادة ضيفنا اليوم أنه هاي السنة يتميز عن باية السنوات بالمجهود والإقبال الكبير يا ليلى تماماً يا رشا والمعرض بشكل حالة ثقافية بيجتمع فيها مجموعة من الفنانين التشكيليين اليوم رح نحكي عن هذا المعرض عن مشاركة الفنانين التشكيليين بهذا المعرض سيصيرنا الرحب بضيفنا الفنان التشكيلي عمر المدني صد صباحاك صباحاك سهلا فيك أستاذ عمر أهلا وسهلا بحضرتك وشكراً هذا الحضور الجميل يلي زين معرض الزهور الله سهلا بشكراً خلينا نروحك نحكي شوي عن الفن التشكيلي هلا أنا قدمت مبادرة لوزارة السياحة رسم لوحات 3D على الأرض ولي أول مرة برسم لوحات 3D على الأرض ضمن حدائق دمشق وضمن فعاليات معرض دمشق الدولي فكانت الفكرة مثل مثلا إذا بنأخذ بنتخيل أنه مثلا إحنا ماشيين نوع بركة ماء هي كلها مرسومة هالبركة رسم بنمشي من فوق سلهم هالسلهم هذا مرسوم رسم يعني أشياء هيك خفيفة الظل ملفت النظر جميلة هيك للأطفال والزوار معرض دمشق لفتت ناصر الحضور وكانت الفكرة هي مثل تحدي أنه ممكن نحن نقدر نقوم بهذا العمل ممكن هذا العمل يتقبلوا الناس ممكن يحافظوا عليه لأنه هو طوعانا في ماشي عليه كثير فهذا الشي بيخليه بحاجة أنه بكل شوي لتنظيف لحتى تظهر اللوحة حتى يبين أنه ملامح اللوحة حتى يبين أنه فكرة اللوحة ناجحة يعني فيه كان فيه لبكة شوي بهذا الموضوع والسبب أنه رسمت اللوحات 3D بأماكن جدا مزدحمة بالمعرض ورسمت لوحة جدارية ضمن معرض الزهور بالقرب من أجنحة الحرفيين هذه اللوحة رسمت فيها سوريا الخريطة السورية التي نعرفها وأضفت بدل ما أكتب اسمها المحافظات أو خطوط المدن أو أشياء من هالنوع رسمت المناطق الأثرية الموجودة في سوريا وكل مثلا محافظة من المحافظات السورية فيها مكان أثري مهم أو رمزي لهذه المحافظة فأنا رسمت الشيء الرمزي لهذه المحافظة مثل قلعة حلب مثل جامع الأمو في دمشق مثل مدينة تدمر وبالإضافة رسمت ما بين المدن اللي هي المناطق الأثرية اللي جدا جميلة وجدا مهمة يعني طبعا ضمن الخريطة رسمت كل هالعناوين هاي ونحن نعرف يعني سوريا يعني أغلب المناطق اللي بسوريا فيها مناطق أثرية نعم نشوف أساس عمر اللوحة على الشاشة نعم نشوف كل المدن السورية بين المدن في مناطق أثرية لها قيمة كبيرة لها تاريخ كبير لها حضارة كبيرة يعني وبعدين في اختلاف بين زمن الحضارات اللي مبنت في هاي الأشياء هاي موحش 3D ضمن معرض الزهور هناك بلاطون إذا لاحظت ضمن البلاط مرسومة تمام عم نشوف الألوان يعني كأنه أكتر شي مدخل اللون الأصفر واللون الأزرق والأصفر هو الطاغي تحكي لنا عن خاصتية هذا اللون هلأ حاولت أنا أخذ ألوان قريبة جداً للون بركة الماء وللون الحجر وللون الطراب وللون يعني حتى تكون قدر الإمكان قريبة للواقع وقريبة لأنه تقبل الناس بجمالها وبرونقة أستاذ عمر اليوم مشارك حضرتك أو قلت لي أنه هاي عطيناه هون كرمال كاميرا تاخدها أنه هاي أحدث لوحة لحضرتك مشاركت فيها ضمن المعرض؟ لا هي مو للمعرض هاي لوحة أجدد لوحة عملتها فكرة اللوحة هي البادية السورية أو المناطق الريفية وحياة الريف حياة البادية الحياة البسيطة الحياة اللي منشوفها بهذه المناطق وحياة البسيطة لهذه الأشخاص اللي ساكنين بهذه المناطق وحاولت أنزل فيها بقدر ما أستطيع للامس الواقع اللي مقصود في رسم هاي اللوحة تمام اليوم الألوان اللي مستخدمة كمان بهذه اللوحة مثل ما ذكرت حضرتك أنه قريبة للواقع وقت البدكتور صمة مثل هيك لوحة وتعطيها عد الروحة والفن أديش وقت؟ خلينا نحكي اللوحة الموجودة عندنا أدي بتأخذ معك وقت؟ والله المشكلة مو بس بوقت برسم اللوحة في الوقت اللي ب... تفكير أول لا صناعة الفكرة أو تحضير الفكرة يعني الفكرة أنا بشوفها هي قيمتها وقيمة اللوحة لما تكون الفكرة قيمة الفكرة جزة بالفكرة مولفتة للنظر بتكون اللوحة أكتر قيمة في أحيانا مثلا نرسم لوحات بشكل سريع فبدون تحضير ما بتكون حاصلة على كل الشروط اللي أنا كنت بتمنها يعني فهي من اللوحات اللي إن شاء الله هيكي حاولت تحضر أفكارها منيح مع ألوانها مع الطبيعة مع الخلفيات مع الأشياء من النوع طيب أستاذ عمر خلالي نحن نرجع لمعرض الزهور كون هو الحدث الأبرز حاليا في ديمشق ونحكي اليوم خريدي والناس وقت اخترت انتي أماكن مستحمة هل كان مقصودة لقصة كرمال الناس تشوف هذا العمل الجميل كيف كان تفاعل الناس؟ حبت شو كان أعطت ملاحظات إيجابيات؟ هلأ بصراحة أنا البداية وقت كنت عم أرسوم محضر اللوحات يعني كانت الناس تمر مات تهتم بالموضوع أنه فيه شي عم يصير فيه لوحة عمض فيه شي يعني فيه شغلة عم تصير بالأرض بس وقت بلش تتبين ملامح اللوحة فصارت مولفة للنظر أكتر صارت الناس تهتم فيه أكتر صار فيه يعني الناس هي نفسها تقول 3D وبعدين اللوحة 3D يعني فيه مكان واحد ممكن ننظر له ممكن للجهات حتى يبين معنا المقصود من هاي اللوحة فيه جهة واحدة هي اللي مقصودة من لوحة 3D فيه تفاعل كتير كبير كان بعد ما انتهت اللوحة أو اللحظات الأخيرة أو الفترات الأخيرة من رسم اللوحة أنت أخذت وقت اللوحة 3D؟ اللوحات 3D أخذت حوالي أربعة أيام اللوحة بس اللوحة اللي أخذت وقت كتير كبير هي اللوحة الجدارية والسبب هي فيها تفاصيل كتير فيها أفكار كتير وكان فيه تحضير كتير قبل ما أرسم اللوحة فلما بلشت تظهر اللوحة بلشت تعليقات الناس وكان رأيي الأستاذة مديرة الترويج بوزارة السياحة أستاذة روب أصاصيلة أنه أرسم أثناء المعرض وأمام زوار المعرض ممكن الأفضل بتشد الناس أكثر وهذا السبب يعني بالفترات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بيرسم اللوحة فكان فيه تفاعل كتير كبير من زوار المعرض يعني بصراحة أنا بسبب خبرتي الطويلة بهذا الموضوع أنا بشوف أنه الناس اللي ما بيعجب اللوحة ممكن تعلق بتعليق جارحي يعني ما عنده مشكلة أبداً نحن قاعدين بمكان مكتظ بين الناس وعم نرسم فالناس لما تشوف شغلة جميلة شيء ملفت للنظر شيء جزاب فكان التعليقات يعني من أجمل الأشياء اللي أنا تحفيزية لخضرتك والعملك اللي سمعتها بحياتي بهذه اللوحة الجدارية وكونها سوريا كونها أنك عم ترسم خريطة سوريا يعني فيه ناس بتقول لي هو مثلا من محافظة تانية وين محافظتي أنا وين مدينتي أنا وين قريتي أنا وين وبالإضافة أنه أنا بأثناء الرسم عملت دمج بين حجارة المحافظات والرياف حتى تطلع كل المناطق هي مثل حجر واحد مثل قلعة واحدة فحاولت أنه يعني ضيف على فكرة اللوحة كمان أنه تكون كل المناطق المقصودة بهذه اللوحة هي موصولة بعضها كأنها هي قلعة واحدة من نوعية حجر واحد من نوعية زمن واحد مبنت فيه علماً بأنه مثل ما بنعرف هي مبنت سوريا خلال حضارات طويلة بين مئات وألاف السنين اليوم كل فنان له عالم الخاص لحتى يعطي هذا الروح وهي الفن اللي فعلاً ما بعرف كيف دي لك أنه دائماً كل فنان عنده روحانية فيه شي معين لإله فيه مكان مخصص لإله عالم الخاص لحتى فعلاً يرسم فيه ويطالع هذا الفن تحكي لنا عن عالمك الخاص هلأ نحن بالبداية نحاول نرسم شو بتطلب الناس وبالإضافة أنه نحن بدنا حتى ما ننسأل تعرف ترسم وجوه تعرف ترسم حيوانات تعرف ترسم مدينة تعرف ترسم فنحن بالبداية مرينا بكل هالمدارس الفنية هاي حتى نقدر بالآخير ناخد هوية للفن هوية أنه نحن نقدر نرسم شيء المطلوب وبعدين نحن نعرف ما كل شيء يتطور بالدنيا فالرسم هو من أشياء اللي عم تتطور وحاجة الناس لللوحة عم تتغير من حيث الفكرة يعني نحن مثلاً اليوم عنا فكرة معينة بين مئة سنة كانت الأفكار المطلوبة للرسم مختلفة بين مئتين سنة مختلفة فدائماً هو الرسم بحالة تطوير وبحالة اكتشاف وبحالة إضافة بصمات جديدة وألوان جديدة وأساليب جديدة وهذا الشيء يعطي الرسم يعطي تجدد دائم بين كل الفنانين الموجودين بجميع أنحاء العالم أستاذ عمر أدي إليك بمجال الفن التشكيل؟ والله أنا ما بعرف حالي إلا برسوم بس يعني بلشت اهتم بالرسم يعني بالعشرين بالسبتعاش سنة أما كل اللي عمر هو بعرف أنه أنا أحب مدد الرسم بشوف رسام بالشارع باهتم أما شوف معرض رسم بفوت مثلاً بحضر المعرض باخد وقت هيك بحاول اكتشف اللوحة يعني هذا الأمر كله كان يصنع عندي شغف أنه صير فنان بس بالأخير يعني صرت أنا لما زور معرض أو شوف لوحات صرت أعرف نقط الضعف باللوحة اللي عم شوفها قبل أنا كنت أعجب بأي لوحة شوفها بأي فكرة فكرة صار أكتشف أنه هاللوحة مثلاً ضعيفة هاللوحة أهم هاللوحة أجمل هاللوحة زاد قيمة أكبر يعني صار فيه مثل خبرة بسبب الحالة العملية بسبب معارض اليوم خضرتك اليوم عم تعطي كورسات للأطفال عم أتدرب أطفال على الرسم نعم أدي هاي المهمة الجميلة يعني هلأ في أطفال بأعمار صغيرة مثل مثلاً سبع سنين خمس سنين وفي الأعمار اللي هي سبع عاش سنية وأنا عندي برنامج اسمه رسم معنا على القناة الفضائية السورية هذا البرنامج زيارة مواقع أثرية بسوريا ورسمها بشكل مباشر بس البرنامج بالوقت الحاضر هو بحالة دراسة تطوير للبرنامج وإضافة أفكار جديدة للبرنامج حتى يواكب الأشياء الجميلة اللي عم نشوفها حوالينا وأزواق الناس وأزواق الأطفال فمتعة جداً أنك تشوف طفل عم يرسم أشياء تفوق عمره تفوق قدراته الفنية بسبب حبه للرسم واكتشافه للألوان واكتشافه لمادة الرسم وعم تخلي في محبة كبيرة بصراحة يعني بين المدرس والطفل وصداقة بين المدرس والطفل هذا الشي يعطيني دفع لأنه تعطي أكثر تعطي أفضل وتعامل مع الطفل هو جد شيء بمنتهى الروعة حتى تخلي الطفل بفترة قريبة أنه يصير صديقك بالرسم يصير قريب منك بفترة قريبة وأنا يعني قدر ما أستطيع عم حاول أكون أرضي كل أزواق الأطفال بهذا الموضوع والحلو اليوم أستاذ عمر متل ما ذكرت حضرتك أنه مو بس عم تعطيهم هذا الفن وتعلمون الرسم كمان عم تعرفون على المواقع الأثرية المواقع التاريخية بسوريا يعني في ثقافة اليوم عم تكون لهذا الطفل مو بس فن خلينا نحكي كيف عم يكون تفاعل الأطفال لما عم تروحوا على هاي المواقع الأثرية اللي يتعرفوا علي أكتر لحتى يطلعوا منا هذا الفن هنا في الجزء الأكبر من الأطفال بيحاولوا يرسموا الشخصيات الكرتونية اللي هي بيشوفوها بالمسلسلات الأطفال فهذا الشيء أنا برأي أنه لازم نضيف عليه رسم الأشياء الواقعية اللي هي مثل ما أتفضلت بلدنا، أسارنا، مدينتنا الأشياء الجميلة بحياتنا الريف، الجبل، الأشياء من هالنوع فحاولت أنا أضيف للأفكار اللي بيحبوا الأطفال اللي هي الأشكال الكرتونية أضيف عليها المادة هاي اللي هي المادة داسيميل اللي هي رسم المواقع الأثرية وحتى بالإضافة أنهم يتعرفوا على الموقع الأثري فكل الحلقات اللي عملناها خلال سنة ونص من برنامج أرسم معنا، بتترك أثر عند الطفل بعد سنة، بعد سنتين، بعد أكثر المقطع الفيديو هذا موجود دائماً على اليوتيوب وموجود بموقع التلفزيون بإمكان يتذكر اللحظات هاي أنه زار هذا الموقع ورسمه بشكل مباشر مع مجموعة من الأطفال وكان فيه زكرة جميلة بهذا المكان فهي الأشياء عم تترك بصمة حلوة للطفل بهالأماكن هاي ونحن يعني نكون جزء كبير من فكرة البرنامج بهذا الموضوع تمام، اليوم هاي التجربة جداً جميلة مع الأطفال الأماني عم نشوف عنا مواهب جداً يعني عم تبلش بعمر كتير صغير بحاجة اليوم لرعاية بحاجة للاستاذ عمر وغيره من الأساسة بالفنة التشكيلي اللي ثقل هاي الموهبة استاذ عمر خلينا نروح للتجربة الميدانية داخل مدينة دمشق والعمل اللي اشتغلتون كان عن جسر فكتوريا الأعمال بشكل كيف كانت هيئة تجربة؟ هلأ قدمت أنا مبادرة لمحافظة دمشق برسم لوحتين جداريات تحت جسر فكتوريا واخترنا نحن المكان ما بيتعرض للشمس ما بيتعرض للأمطار ما بيتعرض للرطوبة يعني كان في دراسة طويلة بهذا الموضوع والسبب شركات الإعلانات أغضي أغلب الجدران بالمدينة الجدران الجزابي الجدران اللي عليها اعتمال فنحن ناخد مكان في حماية للوحة يعني هلأ عملت أنا لوحتين تحت جسر فكتوريا عن معالم مدينة دمشق وهاللوحتين يعني لليوم بفضل من الله يعني موجودين محافظين على ألوانهم محافظين على جودتهم حتى ما يتأثروا بعوامل الجو ونحن بنعرف يعني حتى الأمطار ممكن تأذي اللوحة الجدارية وفيه شغلة اللي أكتر عجبتني بالموضوع محبة الناس له اللوحتين ووجودا لهاللوقت هاد الحمدلله بدون ما حدا يأذيهم يعني هلأ معالم اخترتها ضمن اللوحات مثل مثلا جامع الأموي مثل تكيية سليمانية مثل البوابات دمشق رموز دمشق رموز دمشق اللي موجودة بمدينة دمشق بالإضافة أنه ضفت أبواب حارات أبواب الأقواس المشهورة بالحارات القديمة بمدينة دمشق فدمشت كلها بلوحة واحدة حتى أعمل منها مجسم كامل لمدينة دمشق ضمن لوحتين يعني منفصلين اليوم أستاذ عمار قديش مهم تعميم هاي الزائقة الجمالية بكل شوارع المدينة من خلال تجربتك والله أنا يعني هاي ثالث لوحة جدارية بمدينة دمشق أنا بتمنى أنه بكل مكان ممكن يكون فيه إطفاء جمالية عليه ممكن يكون فيه لوحة جدارية بالإضافة يعني احنا منشوف فيه أشياء ديكور بتصير بالجدران بالحارات بالمدين بالشوارع طيب شو اللي بيمنع أنه يكون فيه أعمال فنية أعمال لفنانين رسومات مهمة وفعلنا فنانين بسوريا من كبار الفنانين بالعالم يعني ممكن بكل شوارع دمشق يكون فيه لمسات لفنانين وبالإضافة للحدائق يعني الحدائق هي أكتر مكان ممكن يستقطب الأعمال الفنية فأنا بتمنى بالأخص يعني حديقة التشرين اللي هي بحجمها الكبير وهي الحديقة المركزية بمدينة دمشق أنا بتمنى أن حديقة هي يكون فيها أكبر قدر ممكن من الأعمال الفنية لكل فناني سوريا إن شاء الله أستاذ عمر دائما نحن منقول عجلة الفن مستمر طالما نحن اليوم عم نحكي عن فكر إبداعي في حضرتك بنشاط مستمر ما بعد حديقة تشرين ومعرض أزهور هل في تحضيرات لحضرتك؟ هل حنشوفك بمعارض؟ هلأ بصراحة المعارض كانت يعني من قبل ظهور اليوتيوب والفيسبوك والأشياء منه كانت المعارض هي يعني بواب الوحيدين كانت المنفس الوحيد لأنك تشوف لوحات بس اليوم من خلال مسال التواصل تقدر بدقيقة وحدة تدخل على معارض بجميع نحال العالم تشوف معارض من أهم لوحات فيها من أهم لوحات الموجودة بالعالم فهذا الأمر أضاف خبرة زيادة للفنان بصراحة يعني كنا نحن مثلا نزور المعارض لنشوف أربعين لوحة اليوم بتشوف ألف لوحة إذا حبيت وأنت قاعد ببيتك من خلال الجوال فهذا الشي بصراحة صار عندنا تصور أكبر لتطور الرسم بجميع أنحاء العالم وبين معظم الفنانين العالميين يعني مجرد ما تكتب اسم أي رسام عالمي إن كان معاصر إن كان موجود إن كان قديم بإمكانك تشوف كل اللوحات اللي قدمها فهذا الشي بصراحة كتير مفيد للفنان وكتير مفيد لأي شخص صحة أي شخص عم بتعلم الرسم فهذا الشي يعني خلى البنية صغيرة أكتر خفف اليوم شغفكم لإقامة هاي المعارض كونو عم بتذكر أن مبتل مقادر يعني أنا أنا بصراحة عم شوف في قلة بتنظيم المعارض الرسم وهذا الشي يعني خلى الفنانين ما عد شافوا بعض مثل قبل يعني ما عد بادلوا مع بعض الخبرات مثل قبل بس بيظل معرض الرسم هو يعني إلو رنزيتو إلو أهميتو إلو مكانتو عالمياً من نسبة للرسم يعني الجوال مهما كان ما بيلغي شي اسمه معرض بس بصراحة اللي عم يصير أنه قلت زيارة الناس للمعارض وقلت عدد المعارض بسوريا وبجميع أنحاء العالم بسبب الوسائل التواصل اللي حكيت عنها اليوم إذا بنا نرجع شوي للألوان حضرتك بالمواقع الأثرية بالشي الواقعي عم تاخد ألوان الطبيعة أو الألوان الواقعية لكن بمعظم لوحاتك في الألوان الزاهية هاي الألوان اللي من إلا بتعطي تفاؤل بتحكي لنا عن خاصية هاي الألوان بالنسبة لإلك هلأ هي الألوان بصراحة أنواع الألوان دايماً بتطور يعني نحنا كل ما نزور المكاتب نلاقي فيه أنواع جديدة متطورة فنحنا بحالة أنه تجارب دائم تجربة دائمة للمواد هاي اللي عم تنزل على الأسوأ وكل نوع من هالواع الألوان هاي إله رمزيته إله جماليته فنحنا بنحاول يعني بالبداية أنه نكتشف اللون اللي بيعطينا المادة اللي عم نرسمها يعني على سبيل المثال نحنا عم نرسم جرة نحاسية أنه كيف نحنا بدنا نصنع من الألوان اللون النحاسي اللمعة النحاس نحنا عم نرسم مثلاً جرة مصنوعة من الذهب كيف بدنا نحنا ندمج ألوان لحتى نكتشف اللون الذهب الحقيقي حتى تعطي قناعة أكثر للمشاهد أنه فعلاً هاي قطعة ذهبية هاي قطعة نحاسية يعني هذا الأمر يحتاج لتجارب كثير بالألوان حتى نكتشف أنه كيف قدرنا نحصل على هذا اللون وهو أي نوع من أنواع الألوان أي نوع من أنواع المستحضرات المخصصة للرسم طالما عم تقدر تحقق الفكرة اللي أنت بتتمنها فأنت يعني أخذ تحقق من اللون المطلوب ومن أنواع الألوان الموجودة بالأسواق طب أستاذ عمر خلينا من خلال تجربتك وسنوات العمل والخبرة ضمن الفن التشكيلي من خلال المعارض وأصدقاء المهنة الزملاء اليوم شو هو واقع الفن التشكيلي في سوريا؟ والله للأسف يعني أنا بشوف أغلب الفنانين ما بقدروا يعتمدوا على الرسم أنه هو المدخل الوحيد للرزق وفي المحلات الجالوري اللي هي تشتري اللوحات من الفنانين في بعض منها غير المهنة بصراحة وسبب بيقول لك في مهنة تانية فيها تجاريا شغل أفضل وصارت الناس تروح صار ميولة للأشياء الضروريات بالحياة أكثر من المادة الفنية فصار تسويق الفنان بصراحة عن طريق أسائل التواصل عن طريق الفيسبوك عن طريق اليوتيوب عن طريق حتى يقدر يسوق اللوحة لأشخاص بسوريا أو لخارج القطر أو يمكن لدول بعيدة جداً وخلت بصراحة هذا الأمر أكثر جمال أنه لوحدك تصل لأماكن أبعد يعني مثل ما حكيت من شوي المعرض كان يشوفه مئة واحد ألف واحد اليوم ضغطت زر على الجوال ممكن لوحدك يشوفه مليون شخص بجميع نحال العالم فهذا الشي يعني يعطي شعور بالفرح أنت تعبت باللوحة بس اللوحة انتشرت اللوحة انشافت حتى لو ما تسوقت اللوحة بس هي تسوقت بجمالتها وشافوها الناس وأجت عليقات باللغة الصينية وأجت عليقات باللغة الهندية وأجت عليقات باللغة العربية فهذا الشي كله بيعطي دافع للفنان أنه يشتغل أكتر وشو بحاجة الدعم انتو اليوم؟ ما في حل ما في حل للسبب الوضع الناس المادي هو اللي بخلي مادة الرسم ما في إقبال عليها بهذا الوقت أما في ممكن مثلا بالمراحل القادمة إن شاء الله يعني نحنا متفائل مثلنا مثل كل المهن وكل الحرف أنه بالمراحل القادمة يصير فيه تسوق مو بس لللوحة لكل شيء جميل لكل الحرف لكل الفنون لكل الزخارف لكل الأشياء اللي الصناعات اليدوية والصناعات اللي بيعتمدوا عليها من القدم يعني مثل صناعات الفخارية والأشياء من النوع بيصير تسويق أكتر بيصير إضافة أفكار جديدة لهذه الصناعات وهذا الشيء بيعطيها للمستقبل إن شاء الله طموح أكتر أنه ممكن تنتشر بشكل أوسع وتتسوق بشكل أوسع اليوم أستاذ عمر كل الفنان يمكن بيتأثر بالمحيط اللي حوله لأي درجة اليوم هالمحيط اللي حولك بيأثر فيك وهل بيأثر فعلا على رسوماتك وعلى لوحاتك بشكل كبير؟ يعني بالتأكيد أنا بشوف مثلا حدث سياسي مثلا مثل أحداث غزة أنا ببرنامج أرسم معنا عملت ثلاث حلقات عن أحداث غزة حلقة منهم عن معاناة أطفال غزة حلقة منهم عن الكوفية الفلسطينية وحلقة منهم عن القدس الشريف وكان فيه كثير تفاوت بمستوى رسومات الأطفال واختلاف بالأفكار اللي قدموها يعني كان الرسم حر يعني عن هذا الموضوع فكان فيه حلقات جدا جدا مميزة عن هذا الموضوع واكتشفنا أن الأطفال يعني هنا عم يتفاعلوا وهم عم يتأثروا بالشيء اللي عم يتأثروا بالأخبار عم يتأثروا بالصور وهذا الشيء يعني طبعا هو بيحزن بس الطفل هو قاعد مع الأسرة وشايف شو عم يصير شايف الأخبار شايف تأثروا الأهل فهذا الشيء عم يخلي الفنان مثل باقي الأسرة فورا يمسك يرسم شيء عن غزة يرسم شيء عن زلزال يعني مثل مثلا زلزال اللي صار عندنا بسوريا أنا بتوقع ما في فنان بسوريا إلا رسم لوحة عن الزلزال يعني تشوف أنت مثلا أطفال تحت الأنقاض تشوف أحداث مثلا أحداث الزلزال 15 يوم ما قدروا يطلعوا طفل قدما كان يعني فيه صعوبة باستخراج الأطفال وفيه أطفال خرجوا أحياء يعني هذا الشيء كله كان تأثير يومي عم يصير والفنان مثلهم مثل كل أفراد العائلة عم يتأثر بهالأصور وبالأخير الفنان هو روح وإحساس مثل كل باقني البشار نتمنى لك كل التوفيق أستاذ عمر بمسيرتك الفنية التشكيلة نتمنى لك دائما الدعم من أرجهات المهنية لحضرتك ولكل زملائك في المهنية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك